الواحد والعشرون من فبراير الفين واثنى عشر توافد الناس الانتخاب هادي رئيساً توافقياً للبلاد بمقتضى المبادرة الخليجية كان الناس مفعمين بالأمل والانتصار على مشروع التوريث وإسقاط نظام حكم اليمن لأكثر من ثلاثة عقود بدأ أن اليمن على أعتاب مرحلة جديدة ثمنها ثورة وشهداء وعاقبتها الولوج إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي والدولة المدنية الحديثة ودولة القانون وكثير من المصطلحات التي راجت في تلك الفترة الفارقة وتحت هذا كله كان ضعفاً ما يختبئ لم تلحظه الجماهير المزهوة أما النخب السياسية فكان لكل منها مكر سيء وتحين لفرصة ما قادمة عد الرئيس الجديد نفسه مخلصاً للبلاد من حرب نصبت متارسها وشحذت بواردها كما كان دوماً يدلو ويفتخر وفي غمرة من نفخته تلك كان الفأر الذي فرق شمل اليمنيين قديماً يحفر من تحت كرسي السلطة بل كان يحكم بضعف هادي وقلة حيلته في الشمال كانت رياح العاصفة القادمة تنفض غبارها وتقوض الدولة فكرة ووجودة أما الإقليوم فكان يرسم الخطط ويعد السيناريوهات الممكنة لخنق اليمن في مضيق الانتقال الديمقراطي المرجو من قبل الجماهير تضعفت العاصفة بتحالف الإقليم مع النظام السابق والحوثيين بينما ظل هادي يلوك حكاية الرجل المنقذ الذي سرعان ما تحول إلى أسير بيد الانقلاب التي جرت أحداثه أمام ناظريه اعترف اليمنيون أخيراً بقناعة مسبقة تسامحوا معها عن عمد وهي أن هادي ليس بحجم المرحلة وتحدياتها الخطرة لكن الاعتراف المتأخرة لن يغير كثيراً لقد أصبح الأسير أملاً ووجعاً رهان جديد دخل فيه اليمنيون مع هادي الذي ذهب إلى الرياض وقدم لها اليمن دون قيد أو شرط أو وثيقة مكتوبة وبقليل من الوقت وكثير من الدمار أصبح اليمن شأناً سعودياً إماراتياً خالصاً ولم يعد لهادي من أمر البلاد سوى الختم على استلابها ومن جديد تبين لليمنيين أن هادي رهان خاسر وأن الرجل الضعيف بوابة الأعداء إلى الداخل شكراً للمشاهدة